سورة في كتاب الله عز وجل نزل بها ملك خاص وفتح لها باب من السماء خاص سورة كانت قد اجتملت على كل من طضمته الكتب السماوية القديمة كلها ثم ما جمع من خير وفضل وعقائد وفضائل وأحكام في جملتها وتضمنها القرآن الكريم ثم هي تضمنت ما في القرآن الكريم كله إنها سورة السبع المثاني والقرآن العظيم هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم والتي من لم يقرأها في صلاته فصلاته باطلة من لم يقرأ بفاتحة الكتابة كما يقول عليه الصلاة والسلام فصلاته خداج خداج باطلة إنعم وطبعا إلا إذا كان الإنسان خلف إمام يقرأ في الجهرية فربما كانت قراءة الفاتحة بنسبة له سنة على قول قوي لبعض أهل العلم على أي حال لكن هذه السورة أليس من اللائق بنا والواجب علينا أن نتأمل ما فيها من العظائم أن نتأمل ما فيها مما جعلها تنال هذه المنزلة العالية عند الله عز وجل إن سورة الفاتحة لها ثلاثة أبواب عظيمة الباب الأول باب الثناء على الله باب الثناء على الله تقول وأنت بعد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الألف واللام تستغرق تستكمل تحتوي كل المحامد الموجودة مما ينطق به الإنسان أو ينطق به أو يعبر عنه في مخلوقات الله من الحيوان والنبات وما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل كل ذلك يسبح بحمد الله فالحمد الأعلى الأسنى الأرقى الأشمل الأكمل لله لله وحده هو من يستحق الثناء هو من يستحق الحمد ثم يذكرك الله عز وجل في قوله بعد الحمد رب العالمين الذي ربانا بنعمه ربانا بنعمه نحن نعيش تحت كنف الله نحن نعيش تحت رعاية الله نحن نعيش تحت فضل الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ماذا نذكر من نعم الله علينا يا أيها الأحباب التي لا يملك أحد فوق الأرض أن يمنحك إياها من الذي أوجدك من العدم من الذي صب روحك بين جنبيك من الذي جعل قلبك ينبض بالدماء لتسري هذه الدماء حاملة أسباب بقائك في الدنيا من الذي يجعل ما في داخلك في آلية التمثيل الغذائي يأخذ ما يحتاجه جسدك لكي يبقى حياً ويلفظ البقية إلى الخارج هذه الأجهزة الفاعلة من الذي يملك أن يحركها وأن يدبرها وأن يجعلها تؤدي رسالتها من الذي يا أخي إذا نمت أخذ الله روحك وإذا استيقظت أعاد الله لك روحك من جديد الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى من يستطيع أن يفعل ذلك غير الله عز وجل من الذي أعطاك النعم التي تعيش بها هذا الماء الذي تشربه يعرف العلماء مما ركب من نيتروجين ووكسجين لكن وهي مواد موجودة عندهم بأيديهم هل يستطيع الإنسان أن يركب تركيباً خاصاً ليوجد لنا ذرة الماء هذه الكينون البديعة التي خلقها الله لينحيا بها لا أحد هل يستطيع أن يوجد الرزق من حيث نشأته من خلق لك حبة القمة والله لو تأمننا فقط حبة قمح ترمى في الأرض ثم ينبت النبات ويخرج من النبات اليخضور ويخرج من اليخضور الحبة التي نحيا بها هذه العلاقة بين الحبة والإنسان التي في هذه الحبة مادة بقائك فوق الدنيا من يفعل ذلك؟ الله ولا شيء غير الله إذن هو الرزاق هو الذي أبقاك من الذي أعطاك هذا الهواء الأكسجين الذي حولك حتى تسنشقه من الذي حافظ لك هذا الغلاف الجوي يحميه الله لك من أن يتبدد في الملكوت الرحب لله عز وجل بل جعل السماء له سقفاً حافظاً لما تحته من النعم حافظاً لك مما يأتي من الفضاء الآخر من الكواكب والنيازك والشهب يحميك ربك من الذي يفعل ذلك؟ الله من يدبر ملكة السماء على أي حال؟ يا أخي إن أردنا أن نعد نعم الله التي نعيش تحت ظلالها لن نستطيع إحصاء لها لكن عليك أن تعلم أن ذلك كله بيد الله وأن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً والله إن شاء الله أن يقبض نفس عبد لقبضها وهو لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة لأن الله إذا أراد أن يقول لكل شيء أن يقول لشيء كن فيكون